والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زيارك شو عامل ايه؟ منورين كالعادة قناة المكتبة قبل ما بدأ الفيديو خلينا اسألكم عن الساعة اللي فيدي تتوقع واسم الساعة اللي معادي ايه وحتى من الساعات برضو اللي الناس منتظراها وبتصل عنها بقالها كتير توفرت عندنا في الاستور ونتكلم عنها قريبا توقعوا معنا اسم الساعة دي اللي هتكون معايا وانا بسجل فيديو عشان خاطر برضو بنجربها والنهاردة هنتكلم عن الساعة الـ HW 26 بلص الساعة من الساعة الجيلة متوفرة في الاستور خلينا نبدأ الفيديو نشوف دينا فيها ايه فى يلا بينا حاول النهاردة انجز في الفيديو دوت هتكلم بسرعة شوية معاومة نحن نقص ان الفيديواتنا عندينا اربع اجزاء الجزء بيكون الانبوكسنج جاني الجزء بيكون السوفتوير وموسافات التقنية بتاعت المنتج جاني الجزء بيكون راب الساعة بالموبايل للبرنامج الخاص بيها اخر جزء بيكون الخلاصة شوية كلام بنتكلمه عن الساعة في عجلة رأيي عن المنتج نخش على الجزء الانبوكسنج عندنا ادي شكل العلبة زي ما احنا شايفين كنا مكتوب ووتش هنا هنعرف ان هي ويرلس هنا مكتوب الموديل وده اللون بتاع الساعة ما فيش ايه تفاصيل تانية الباكت العادي شكل العلبة الداخلية مكتوب هنا ان هي سيريا سيكس وزبيس الامونيوم كيس برضه مش عارف هي المعلومة دي صح ولا غاد ده شكل العلبة من برا نفتح العلبة سوا عندما هنا بيكون الاستراب اللي هو نفس لون الساعة عندنا الساعة احنا بنعمل ريفيو بالساعة الروز جولد تبقى الاستراب بنفس اللون هنا الكتالوج هنعرف ان الكتالوج عطول ان الساعة تشتغل على برنامج من البرامج اللي احنا كلمنا عنها بلكده وهو برنامج الفاندو ادي الاستراب و ادي الكتالوج و ادي الشاحن الويرلس اعتقد خلاص بقى ده المعتاد دلوقتي الساعة اه هتبقى الشاحن التاحة ويرلس واخر حاجة تكون معنا في العلبة وهي الساعة الروز جولد اللي بالشكل ده اولنا بقى نغير شوية كل مورة بنعمل الفيديو بساعة سودة وساعة فضي وساعة زرقة واند بقى نطلع بروز جولد عجبني شخصيا يعني زي ما احنا شايفين كده تمام ادي الانبوكسنج و ادي طويات العلبة نخش عجوة سنة هتلون نتكلم عن المواصفات التكنية والصفت و ايه يلا بينا لسه فيه ناس بتسأل بنركب الاستراب ازاي فبرضو نوضح طريق التركيب الاستراب الاستراب يخش بالشكل ده كده وبعد كده بتدخل الجزء التاني وانت بتدخل حاول تحط ايدك على القطع اللي طلع ديت وخلاص كده الاستراب بالشكل ده بيكون راكب الثلاث زرار هنا على عندنا هو قديل بادي بتاع الساعة الظهر هنا ده بلاستيك طبعا دي سباك الزين كده عادة سكرينة على الساعة عندنا هنا زرارة باور شغال زرارة سكرول شغال السكرول اللي برضو شغال هنا المايك زي ما احنا شايفين وقادي السماعات ايه واحدة مفتوحة واحدة مقفولة مش عارفة ايقابينة ولا نفتح الساعة بالشكل ده نتجيب لنا سمارت ووتش اول ما بنفتحها هوت وبعد كده تمام قادي الساعة لما بتفتح ولو احنا دلوقتي دخلنا عندنا خلفية نلاقي العساعة بتدعم مجموعة كبيرة جدا من الخلفيات اعتقد ده واحد اتنين ثلاثة فاعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 34 35 خلفية والمفاجأة بقى ان بنامج الفاندو برنامج اللي كان متعب جدا دلوقتي يعمل أبضيته بقى ممتاز قوي قوي بقى في مجموعة كبيرة جدا جدا من الخلفيات اللي هتزهل بصراحة لما تيجي تقرر ان اكتغارها فات للموضوع كبير جدا وهتلاقي خلفات كتير جدا ده نشوف دلوقتي في الجزء الخاص بالبرنامج طيب خلاص اتخطنا موضوع البرنامج لما بنعمل سواب نحية الشمال هنلاقي هنا القائمة وعلى فكرة القائمة هنا برضه على عكس العادة هنا القائمة ممتازة وسلسة جدا وبتحرك بشكل مريح جدا ليك ومش هتحس بأي لاج يعني مش هتحس بأي لاج في الاستخدام اللي ها بنروح نحية اليمين كده بنعمل اللي هي الشورت مينيو الجانبية دي اللي هي بقى برضه المعتدة في ساعات كتيرة موجود فيها الطايم والتاريخ ولو انت عام منبه التحكم في الميوزيك وآخر اربع تطبيقات انت شغلتها لما بنطلع فوه كده بنخش على الجزء الخاص بالاشعارات ولما بنوصل الساعة مع النوبايل هيجينا اشعارات في الجزء اللي تحت ده لما بنزل تحت كده بنجيب الشورت مينيو او مينيو المصغر اللي موجود فيه الساعة متصل لا مستوى السطوع بتاع الساعة وآخر حاجة هنا وضع عدم الازعاج وده انت بتقدر تزبطه من خلال البرنامج او من خلال الساعة بتفتحه بالشكل ده وآخر حاجة عندنا هنا نسبة البطارية لما بننزل كمان فيه كمان تاني هنا الأبوت بتاع الساعة الساعة زي ما احنا شاهدين اسمها HB 22 بلس طاريخ اصدار الساعة 25-5-2021 ويه عندنا كمان هنا بقى شكل القوائم ويه عندنا كمان الساعة متصلة ولا لا ولو عايزين نعمل منبه بالشكل ده وآخر حاجة عندنا الكيو ار بتاع البرنامج وهو برنامج الفان دو هنا عندنا الزرورة ده بيدخلنا على القايمة هنا عندنا الزرورة ده بيرجعنا باك كش كوبا القايمة بقى نفسها ونتكلم عن اللي موجود في القايمة يعني المعتاد برضو موجود جهات اللي وANTcs لو حاجة نعمل اتصال موجود بعدها جهات الاتصال وده هم نعمل تزامن مع الساعة وموبايل بتبدأ التزامن szabrid ينقال لنا الأرقام م ungrim على الموبايل مع الساعة ونقدر ان احنا اعمل اتصال مباشرة من خلال الساعة احنا عندنا احدث الوردة والصدرة اللي تمت عندنا هنا بعد كده البلوتوث ويلوتوث الأجهزة المفتوحة عشان لو عايزين نوصل جهاز معان احنا نوصل الساعة بالموبايل او الموصل للموبايل للساعة ايهما افضل لك يعني ده الجزء الخاص بالاشعارات او الرسائل اسم اس عندما هنا الكيو ار بتاع البرنامج جنامج الفان دول هنتكلم عنه دلوقتي خش على السيتنج عندنا اول حاجة اعدادة البلوتوتو بعد كده عندنا هنا الصوت هنا التنبيه بتتقدر تحكم رانين ولا فيبريشن ولا اهتزاز وفيبريشن ولا اهتزاز وبعد كده فيبريشن ولا صامت تحكم الموضوع ده عندك هنا بقى اه افن نات اللي انت عايز تعملها مع الساعة تلت رانات برضو عندك الاشعارات بتقدر تغير مبين خمس نجامات الاشعار بعد كده عندنا مستوى الصوت تقدر برضي بتتحكم في مستوى الصوت لكل جزء من الاجزاء ديت عندنا بعد كده الشاشة من خلال الشاشة نختار السطوع ونمط القيمة ومهلة الشاشة تفصل بعد قد ايه وقت من خمس ثواني الى ستين ثانية بعد الشاشة عندنا هنا الوحيدات بعد كده عندنا هنا الطقس وعد كده عندنا هنا اللغة بعد كده عندنا اعادة تعيين الساعة اللي احنا زل نعملها على تعيين وعد كده عندنا المعلومات او الابوت بتاع الساعة اللي احنا شوفناها بعد كده عندنا هنا بتحكم في الكاميرا نقدر ان احنا اخد لقطة من خلال الموبايل عندنا هنا بقى التسجيل لو احنا عايزين نسجل مقطع صوتي مضيته 27 ثانية ونسمعه من الساعة كده عندنا هنا السيمز نقدر نغير شكل الشكل اللي سود اللي وره في الباج جراوند ده نقدر نغيره لتلات اشكال زي ما احنا شايفين كده حلو الشكل اللي هو التالت ده اللي هو الباج جراوند الزرقى دي اعلا يا رب تكون بينا بعد كده عندنا المنبه لو حايني نعمل منوب من الساع مش لازم نعمله من خلال الموبايل نقدر ان احنا نعمل وقت معين الساعه توضرب فيه و تعيد مرة الصوت الرنه فيها في فيك في شف capacات تقدر انت تعمل كلام دا من الساعه فيه ساعات انت عميل شميلها كده لازم تعمل من الموبايل نلافその اثنى لو موبايل مش معاك هو فاصل شح الصعر وأعايذ الساعة تعام النبه فالساعه ده تدعم لك تعمل النبه من خلال دها بعد كده semana� Givenvator حزبة وفي بعد كده الستوبوتش عدد الخطوات الهارت ريت تعال نشوف الهارت ريت برضو ونقرناها بالإكسوميتر ونشوف هل فيه دقة في الإياسات أو في إياسات قريبة تلعادة في كل فيديو يا جماعة ساعات الكوبي ما تجيبهاش لو عايز ساعة عدام دعليها في الإياس لكن لو هتبقى يعني تقريبية ماشي هي الساعات التي بتقيس في الهواء تعال برضو نشوفها مع الإكسوميتر هتقيس ولا لا التي غير مالبسها آسد هنشوفها مع الإكسوميتر هتقيس إياسات قريبة ولا لا وهنجربها سوا طيب هي الساعة جايبة الإياس 86 وعندنا الإكسوميتر جايب 73 والإياس مش يعني مش بيدي أرقام قريبة لا هو بيدي أرقام متفاوتة طول الوقت فإياس ليه اعتمد عليه 79 أهوة بإكسوميتر الـ 75 فإياس ليه اعتمد عليه للأسف الشديد عندنا بعد كده هنا وضع علامة إزعاج التسكير بالجلوس كل وقت معين أو تسكير بالنشاط الرياضي كل وقت معين نحن علينا مجموعة من اللعاب الرياضية المتعددة تدرك تلعبها ونتلابس الساعة الحال بتتديك أرقام مزبوطة ولا بنسبة كبيرة الأرقام ما بتكونش مزبوطة بعد كده عندنا النشاط الرياضي اليومي عندنا بعد كده هنا درجة ضغط الدم اللي نبقى نكون موقعيين يا جماعة إياسات اللي عطاءة ونالاكتنا رجعين في الدم هنا الإجهاد هنا بعد كده بلنامج الخاص التنفس أعتقد اللي هو حافظ على طوفير الطاقة في مساحة داخلية في الساعة تستخدمها في أن أنت تقدر تشيل إشعارات أكتر تقدر تشيل أرقام أكتر بالنسبة لو أنت هتسجل صوت عليها اللي هو السبع وعشرين ثانية طيب ما عندنا هنا بعد كده أشكال الساعة هو بيقول لك 38 شكل هو تقدر أن تختار ما بينهم وفي تزامن الطيب تقدر تفتحها أو كيفية وزي ما أنت عايز هنا السطوع احنا شفنا برا هنا أشكال القايمة فيه ثلاثة أشكال للقايمة السمارت الساعة وتسعة تطبقات واللستة اللي هو القايمة بالشكل بعد القايمة عندنا اللغة العربي يعني عندنا بعد كده الموشن حركة الموشن تعالي نشوف برضو الموشن بيشتغل بشكل كويس ولا لا أعتقد حركة الساعة والإضاءة بتاتها شغالة بشكل كويس جدا الموشن شغال بشكل كويس جدا بعد الموشن أو الحركة الأبوت اللي احنا شفناها من شوية مستوى الصوت برضو اللي موجود في الستينج الوصور على الموبايل عندنا هنا درجة الحرارة فيه طبعا عندنا الساعة فيها الدفع الزكي عن طريق حالي بي اللي مش موجود هنا وان شاء الله الساعات اللي جاية مش طبعا مش الساعات القديمة الساعات الجاية بإذن الله هتلاقوا بدأ فيها يبقى فيها زي مثلا ما شفنا في الساعة الـ H22 بلاص كان فيها الدفع عن طريق البي بال أعتقد مع الوقت هتلاقي موضوع ده يبقى فيه نوع من أنواع التحديث فيه مجموعة من ألعاب الجيمز تقدر تلعبها وانتلاب الساعة عندنا هنا بقى سيري أو جوجل توجين كدر انت تضغط بالشكل ده كده وتدي قوامر للساعة عشان تديها للموبايل إذا احنا كنانا عن السوفت وير تعالنا نتكلم عن مواصفات التقنية للساعة فعناش ساعة بيجي بشبه الـ M2K252C المعتادة كل الساعات الكوب اللي احنا بنشوفها بقى لنا فترة كبيرة الياسات بتاعت الساعة 48 في 13 و 4 اعتقد الساعة دي قبل كل اكسيسور يقبل سواء كفر أو سكرينة أو استرابات الشاشة بتيجي بمقاس 1.5.100 إنش رزيليوشن 320 في 385 الشاشة من نوع الـ IBS محمية بتبقى من الزجاج 2.5D البطارية 220 ميلي أمبير الـ I-B ومقاومة الساعة للمية 67 طبعا بلل ورزاز حاجات بسيطة لها تدع من الاستحمان أو السباحة والوضوء الناس بتغرق في إيدها البرنامج بتاع الساعة هو برنامج الفان دو اللي يلا بينا نروح له نتكلم عنه ونشوف طريقة ربط الساعة بموبايل ف يلا بينا طيبا نخش الوقت على البرنامج الغاص بالساعة وهو البرنامج اللي احنا نفعلنا عنه كتير قبل كده برنامج الفان دو برنامج كان قبل كده فقيل قوي بالأوبشنز اللي بقدمة لكن الصراحة عمل أبديت ممتاز جداً 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 يتحسن بشكل كويس من أهم التحسنات اللي حصل فيه وهي الوجهات المختلفة للساعات اللي بترتبط بنفس البرنامج عند البرنامج بنقدر نوصل الساعة عليه بالشكل اللي نخش على الجوز ده نوصل الساعة طيب نكون فاتحين بلوبس الموبايل ويفاتحين بلوبس الساعة طيب ساعات بيقابلك مشاكل شاكل كونيكشن عموماً يعني في الساعات بيقابلك مشاكل تعمل سيت للموبايل أو سيت للساعة تلاقي جنية بإذن الله زبطت مغرد ما تعمل الخطوة دي طيب عندنا هنا أول اوبشن في البرنامج وهو اوبشن دفع التطبيقات نقدر أن احنا نتحكم في كل التطبيقات الموجودة تبعت لنا إشعارات سواء احنا محتاجينها أو مش محتاجينها اللي انت محتاجوا تفتحوا اللي انت مش محتاجوا وتفتحوش طيب كمال عندنا بالنسبة لنقطة الإشعارات فالإشعارات بتيجي بشكل كويس وبتيجي بحجم كبير جداً زي ما احنا شايفين في الصور اللي معانا ديت وبتاخد الكلمة بتاخد الساعة مجموعة كبيرة من الكلمات اللي بتقدر من خلالها تعرف الإشعار بشكل كويس جداً من خلال البرامج اللي انت محددها بعدك عندنا هنا اوبشن التقاط الصور عن بعد نقدر نفتحه ولما نجيب الكاميرا لازم يكون أساساً الاوبشن مفتوح من على الموبايل عموماً يعني تقدر انت تضغط ضغطة بالشكل ده وبياخد لقطة الصور ده بالنسبة للأوبشن خاص بالكاميرا عندنا هنا بعدك هنا المكالمات للوتر سنقدر نفتحه من خلال الوتر مباشر هو بديك هنا بس التعليمات هنا عندنا البحث عن الساعة زي ما احنا سمعين الساعة بتضرب بعد البحث عن الساعة عندنا اعداد الوحدات طبعاً الاياس بقى بالبوصة والمتوى اللي كانت الحاجات دي انت بتعملها حسب مزيجك عندنا هنا اهم حاجة في البرنامج والحاجة الجديدة في البرنامج وهي الخلفيات مجموعة مميزة جداً من الخلفيات نقدر ان احنا نضيفها من خلال البرنامج الصراحة عدد كبير جداً اعتقد اكتر من 80 او 90 خلفية مجموعة حلوة جداً مستراحة من الخلفيات انا بسطت جداً لما لقيت ان الابشن ده اشتغل في الساعة تقدر بقى الخلفية زي ما انت عايز ان انت عندك الساعة فيها 30 خلفية ال35 وبرنامج فيه حوية 80-90 خلفية انا اجموعة حلوة جداً كمان من خلال البرنامج تقدر ان انت تحط صورة شخصية من خلال الابشن ده تقدر انت تخش هنا كده وتقدر انت تختار التقاط صورة او تعمل الحاجة اسمها الواق ويجيب لك الالبوم تبدأ تعمل اوبشن التسبيت هتلاقي الصورة تحملت احنا كنا محملين خلفية بتاعة المكتبة السياه خلاص بما ان احنا دينا اردر مسح وبتيجي الخلفية دي يعني في خلال دقيقة تلاقي الخلفية نزلت اتباعي من قادي الصورة نزلت تهيئة تنزل يعني اردر بتاخد شوق طويل وبالشكلها مميز قوي الوان الساعة حلوة الوان الشاشة جميلة ما شاء الله ده بالنسبة لاتصال عن طريق صوفت بالنسبة لاتصال عن طريق المكالمات فاحنا قريدي رابطنا الساعة ومجرد ما نخش على برنامج الاتصال نقدر ان احنا نعمل مكالمة بالشكل ده بعد ما رابطنا الساعة نخش على سيتنج البلوتوس وندي للساعة انها تقوم بالعمليات دي بعدين هنا دليل الهاتف في كل او معظم الارقام اللي موجودة على الموبايل سجل المكالمات المكالمات اللي حصلت من خلال الساعة عندك بعد كده ده الجزء الخاص باشعارات عايز اوليك البردو الاسم اس هنا عندنا التحكم في الساوند نقدر ان احنا نتحكم في الساوند هو ضايرة بيشغل الساوند اللي على الموبايل بس لو احنا شغلنا برنامج معين تلاقي بدأ الساوند يشتغل من البرنامج ده تمام ده الساوند يشتغل من الساعة نقدر ان احنا نتحكم في الساوند ده نوقف نشغل نجيب الساوند بعد كده ممكن كمان نعلي الصوت او ممكن نورط الصوت بالنسبة للأوبشن الخاص به التحكم بقى في الميوزيك ده نعمله من خلال الموبايل التاني لان هو هنا تاب البيوتس بتاعه 4.0 واقدرش ياخد اكتر من اتصال واحد في نفس الوقت كده احنا قولنا كل الكلام الخاص به ربط الساعة بالموبايل عن طريق البيوتس مباشر او عن طريق المتلمات هناخش على الجزء الخير من فيديو نتكلم عن الخلاصة فيلا بينا والخلاصة بتاع الساعة ال HW 26 بلاص HW 26 بلاص مالهاش علاقة بيجيل ال HW يعني هي مسمى من مسميات ال HW لكن مش بتشتغل على نفس البرنامج ولا لنفس السوفت يعني موضوع مختلف عشان بس يبقى الناس خالت بالها من الكصة دي لو ما كانتش خالت بالها قبل كده ال HW 22 بلاص ساعة برضه حلوة جدا الهاتف بتاعها جميل يعني محسيتش ان هو فيه لاج او حاجة بطريتها معقولة اللي هو المعتاد بتاع الساعة الكوبي اللي هو 8-12 ساعة يوم او يوم ونص لو انت مش ضاغط عليها في الاستخدام لكن لو ضاغط عليها في الاستخدام هتضغط معك من 8-12 ساعة الايئاسات اللي اعتمل عليها بالنسبة للمكالمات شغالها قويس جدا في المكالمات لكن لو ما كان في دوشة انت منفعش طبعا في الساعات الكوبي برضو او عموما الساعات ما كان في دوشة هتبقى الصوت مش واضح بالنسبة من كنت شديده الحلوة جدا انها تستطيع التحكم في الساعات من خلال الساعة على شاهدنا القصة جربت القصة لديتي على موبايل ثاني غير اللي ببنصور عليه لان هو لا يدعم الاتصال كذا باللوتوس فهل تستخدم جيدا ويستطيع التحكم ان تقدم تجعي الساويند الأبل الى الوقت لكن لو وقفت الساويند وجيتش خلاص لنا هتذاكي الصوت لاحل الساعة فبتقدر أن تتحول الكثة على طول من خلال سيتنج بلوتوس في الموبايل لكن تقدر تسمع كويس وتجيب الساوند قبل كده و الساوند بعد كده من خلال الساعة ده ممفيش مشاكل ومش هيأثر على السماع من الارب إضاءة الساعة في الشمس كويسة جدا ومش هيقابلك في أي مشاكل تحت أشعة الشمس إذا ما احنا قلنا البطارية يكينا إن شاء الله نكون خلصنا ريفيو الخاص بالساعة الـ HW 26 بلوسة ما أنا مكونش طولت عليكم ما أنا يكون ريفيو واضح لك كل حاجة أنت محتاج تعرفها عن الساعة وما السعب تبقى الاسترابات بشكل كويس جدا ومفيش فيها أي مشاكل وأنا غيرت الاستراب مرتين واحنا في الفيديو فإنها ما ننساش نعمل سبس كراب للقناة والفيديو عقا ما تديني اللايك الجميل اللايك بدنا دعم كبير جدا وبيخلينا نطور دايما من المحتوى اللي نقدمه ونحاول لأن احنا ندور على كل الساعات اللي موجودة في كل حت عشان حتى نعمل عنها ريفيو حتى لو مش هنوفرها للبيع نعمل عنها ريفيو عشان نقول لك الساعة دي فيها إيه فتبقى انت شايفة بمنتهى الأمانة ووضوح قبل ما أقف الفيديو في جيفاوي حلوة فيديونا عملنا هنا من وصف عشان ألف سبس كراب جيفاوي يا جماعة أنا مش شايف الناس متحمسة بها معيني لو أنا مكانكم متخلت تفاعلت مع الجيفاوي عشر هدايا يعني عشر هدايا واسألوا الناس اللي كذبت قبل كده في العشر تلاف يعني وصلنا لهم عشر هدايا لحد البيت يعني أتمنى الناس تخش على الجيفاوي تخش على شروط الجيفاوي وتشترك معنا عشان يبقى فيه فرصة لناس كتيرة انها ان شاء الله تكسب منتج من المنتجات اللي حنا نعمل لها رفا بالنهاية كان معكم محمد في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته